أما آخر خبر معنا اتصدر الترند الأسبوع ده فهو خاص بالنجمة العالمية سلين ديون واللي كنا اتكلمنا عنها من كام حلقة وقلنا انها أساعدت كل جمهورها لما أعلنت انها ترجع تاني عشان تمارس نشاطها الفني بعد طبعا أزمتها مع مرض الشخص المتيبس ولكن مع الأسف خرجت سلين ديون من أيام وأعلنت على صفحتها الخاصة على الانستجرام انها مضطرة انها تلغي جولتها الغنائية في أوروبا وانها مش هتقدر تقدم أي حفلات لحد شهر إبريل السنة اللي جاية وقالت كمان سلين ديون انها بتحاول تعمل مجود كبير عشان تقدر تستعيد قوتها مرة تانية ولكن تقدمها للحفلات في الوقت الحالي هيكون طبعا صعب جدا علشان كده فضلت انها تلغي كل الارتباطات الفنية في الوقت الحالي لحد ما تكون قادرة تقف مرة تانية على المسرح قدام الجمهور يمكن أكتر شيء لفت انتباه الناس في البيانة لنشرته سلين ديون على صفحتها كانت تعليقها على الغناء في الحفلات بجملة انه سيقصر قلبها وده اللي خلق حالة كبيرة من التفاعل والتعاطف مع الجمهور مع سلين ديون واللي وعدت جمهورها بانها مش هتستسلم للمرض وحتحاول ترجع قريب ليهم اشتركوا في القناة